بالنسبة للفرق بين التراويح والقيام يقول ما الفرق أخي الفاضل الأصل أنه لا فرق بين التراويح والقيام كلها من قيام الليل يسمى لكن سمي التراويح لأن الناس قديما كانوا يعني الصحابة لما يقومون في الصلاة قيل بأنهم يراوحون بين أقدامهم يعني هو واقف من طول القيام يراوح بين قدميه و قيل بأنهم كانوا يسترحون بعد كل تسليمتين لأنهم كانوا يقرؤون قراءات طويلة يطيلون القيام فسمي التراويح و إلا هو قيام الليل كله قيام الليل بعض الفقهاء يفرق يقول التراويح في أول الليل و القيام في آخر الليل و بعضهم يقول التهجد بعد قيام من النوم يعني يكون سبقه نوم و هذا كلها تقسيمات الواقع أنه ليس لها أثر و إنما من بعد صلاة العشاء من بعد السنة راتبة إلى أذان الفجر هذا كله من قيام الليل و أفضل وقت الثلث الأخير من الليل بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر